هذه الصور هي لأولى مراحل موسم جني التمور هذا العام في محافظة ديالا إذ تشير التوقعات إلى أنه سيكون أفضل من المواسم الماضية ويعتمد أصحاب مزارع النخيل على حرفيين يعرفون محليا بالقواصيص لقطف التمور يعني يبدأ موسم التمور يستقبلوه يعني بفرح والله لأنه موسم حلو والعالم تجني ثمرة موسم رح نصعد النخل وشوفنا شون نقص وشون بانا وعقلنا على التبالي وعالزند وشون ينشد وشلون تشلا بالضبطة وتعرف شون تقص بالك وعقلك من النخلة وتعز الدوائر الزراعية تحسن إنتاج التمور إلى عوامل عدة أبرزها اعتماد الزراعة النسيجية للنخيل وتنفيذ حملات المكافحة الفلاح هو أصل النجاح للإنتاج لكونه هو اللي يهتم بستانة لأنه مصدر عيشة بالنتيجة يعني فالحمد لله الموسم يبشر بخير والسنة متوقعين 150 ألف طن تقريبا يعني الانتاج مالتنا يوصل وربما يوصل أكثر يعني وإلى عقود خلت كان العراق يحتل المرتبة الأولى بتصدير التمور خاصة إلى الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية والعربية إلا أن التحديات والمشاكل التي واجهها القطاع الزراعي فضلا عن التغييرات المناخية أدت إلى فقدان نحو 55% من المساحات الزراعية كان العراق ينتج يعني يصدر أمريكا تحسو بيتي دول العظمى كلها كانت تستورد أو مقايضة يعني يعني تمور بكانها تجين مواد صناعية مواد زراعية أخرى هذه كلها كانت أوروبا هذا قسم من الدول العربية هي تستورد من التمور العراقية ويعتبرها التمور الأولى بالعالم وأكدت وزارة الزراعة أن العراق تمكن من تصدير أكثر من 725 ألف طن العام الماضي مشيرة إلى أن خطط العام الحالي تتضمن زيادة في الكمية ويوجد في العراق أصناف كثيرة من التمور أشهرها البرحي والزهدي والخستاوي والحلاوي والخضراوي والمكتوم والبربن وغيرها الكثير أحمد الرسام الحرة ديالة